مستغلا شغال العالم بمواجهة فيروس كورونا غير مبال لتردي أوضاء شعبه الاقتصادية ومتجاهلا تحذيرات العالم يحكف النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم وبناء ترسانة الحلم النووية حتى وصل مستوى خطيرا في هذا الاتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ذكرت أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز نحو ثمان مرات الحد المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في أيار عام 2019 القلق العميق الذي أثار حفيظة وكالة الطاقة الذرية هو استمرار إيران طوال شهور في منع مفتشيها من دخول موقعين مهمين وهذان الموقعان الذين يرغبوا انفتشوا الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائها سابقا على مواد وأنشطة نووية غير مصرح عنها بدون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي هذه الأنشطة التي لم يرى الإيرانيون منها خيرا وجلبت عليهم الويلات تؤتي نتائجها السلبية حاليا لكن الحصاد المر لم يكن من نصيب نظام خامنئي فحسب بل أجبر الإيرانيون على نيل نصيب منه أموال كثيرة بددت ومبالغ طائلة أنفقها نظام خامنئي على مشروع نووي تتباهى به ميليشيات إيران بينما تركت دولة عرضة لأي هزة اقتصادية أو عارض وبائي فها هي أزمة كورونا وعند أول اختبار جعلت النظام الإيراني يستجدي دول العالم في مواجهة هذه الجائحة فيما لم يفكر يوما في تنفيذ مشروع يشكره عليه الشعب الدول النافذة في القرار الدولي لن تترك لإيران الحبل مرخيا لتكمل مشروعها ليبقى بعد أفول هذا النظام مجرد أطلال ونصبا تذكاريا لمشاريع التخريب والتدمير والاعتداء على البلدان المجاورة